هي دي أزمة فرض الأمر الواقع وأقول لكم ليه من البداية تم التسويف والتطويل والتمديد لغاية لما الوقت يخلص وندخل في الأمر الواقع يوم للخميس اللي فات يوم 6 دخلنا في الحيز القانوني أصبح أنت بتتكلم في 6 مايو أو 6 يونيا البطولة 21 يونيا الخمستاشر يوم دول هي المدة القانونية اللي الفيفا بينص عليها في أحقية المنتخبات الوطنية في تجميع اللعيبة من الديتور خمستاشر يوم زي أبراهيم مش موجودين في المغرب وتونس موجودين عنده كله طيب واخد دلك لكن فيه ضبط هناك وفيه نظام تحط وبيتنفذ وإحنا ليه مش يعزين نبقى زي للناس الطبيعيين ليه فهينا مبدئيا وصلنا إينا إحنا مدام يوم 6 أنا نفسي أي حد على فكرة أنا كلامنا النهاردة مش موجه لجماهير الآلي خالص ولا عايزين حاجة من جمهير الآلي كتر خيرهم على اللي عملوه غير أنهم يقبلوا إن دلوقتي إيه كلنا الركز مع المنتخب ويسيبوا الآلي بيعمل فيه إجراءات لكن أنا بتكلم بخاطب الرأي العام بخاطب المسؤولين عشان ده ما يحصلش تاني المسؤولين اللي ممكن تكون بيوصل لهم صورة غير حقيقية هو إحنا ليه بنعمل كده ليه ما روحناش للحلول اللي غيرنا عملها ومسافرين إحنا في بلدنا يعني تبطلع واحد هيركب أوبر يوصل في معاده للملعب اللي حيروح يلعب فيه ويرجع شكرا